لكن في كلامه ده أنا بقول للأستاذ فريد الديب أن مسألة تقدمهم للمحاكمة بتهمة الاتفاق والتحريض والمساعدة يكفي فيه شهيد واحد يكفي شهيد واحد تم إصابته واستشهد يكفي فيه الاتفاق والتحريض والمساعدة إحنا مش عايزين الألف والخمس تلاف مصاب هناك ألف شهيد وهناك أكثر من خمس تلاف ما بين مصاب وجريح والإصابات في العين وفي الرأس وفي الصدر وتم تداركهم بالعلاج مش عايز أقول بقى تاني أنه يكفي واحد أو اتنين لكي يثبت في حق هؤلاء تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مجدي جبالة بيقول يا معتزر سالة للمحامين الكويتة هم غير مرغوب فيهم في مصر وما يفعلونه هو كراهية وضد رغبة الشعب المصري وإثارات وزرع كراهية بين الشعبين المصري الكويتي من فضلكم ارجعوا إلى بلدكم ولا تدخلوا في شؤون مصرنا يعني أنا قلت رأيي في هذا الموضوع رأيا سلبيا أنا لا أحبز حضور هؤلاء ولست مرحبا بحضورهم أيضا ومقدرشي أمنع المتهم من أن يستعين بأي عدد من المحامين من حق المتهم قانونا أن يستعين بأي عدد سواء مصريين أو أجانب لكن هي الفكرة أن لما بنشوف القضية بهذه الصورة نحن نبرز الرئيس المخلوع كما لو أنه بطلا قوميا الرئيس المخلوع ارتكب جرائم يهيب أو يشيب لها الولدان زي ما بيقوله ولا يصح أن نصوره على أنه بطلا قوميا في وقع صدام حسين هؤلاء الذين زملائنا اللي كانوا من مختلف الدول العربية لأن الاحتلال هو الذي كان يحاكمه وليست محكمة عراقية طبيعية الاحتلال الأمريكي هو الذي نصب المحكمة وهو الذي أعطى الأوامر بالإعدام ولم تكن محكمة طبيعية ومن هذا المنطلق كان الاتحاد المحامين العرب قد انتوى على أن يحضر من كل نقابة عربية محامي ده كان شيء طبيعي لأنه ده موقف طبيعي ده كان موقف طبيعي لأن الاحتلال هو الذي يحاكم إنما دلوقتي مش موقف طبيعي لكن الآن نحن لسنا بصدد بطل ده احنا بصدد شخص سفك الدماء وعزب في السنين الماضية آلاف المعتقلين وصدر الغاز للكيان الإسرائيلي اللي بيضربوا بيه أطفال غزة ومآسي كثيرة يكفي فعل واحد لأن يحاكم من أجله هذا الرئيس المخلوع فإحنا بنقول لكل من يفكر أن يحضر من زملائنا المحامين على مستوى العالم العربي أو غيره أن يعي أننا لسنا بصدد قضية وطنية ولسنا بصدد متهم يشكل فروسية ويعني هناك من يجور عليه لكن نقول نحن بصدد شخص جار على شعب بأكمله رئيس مخلوع ظلم شعب بأكمله وعرضه للمرض والفقر وعرضه لمآسي كثيرة لم تحدث في التاريخ المصري ولذلك كان جزاؤه أن يأتي إلى هذه المحاكمة وإحنا بنقول برضو رغم ذلك أننا نطلب له حتى الآن المحاكمة المنصفة العادلة اللي الدستير العالمية والقوانين نصت عليها نحن لا نريد إطلاقا أن تكون هناك محاكمة غير عادلة نريد هذه المحاكمة المنصفة العادلة سيد محمد الدماطي رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين المحكمة في الجلسة الماضية قررت ضم قضية مبارك إلى العدل ومساعدي نظرا لتطابق الموضوع رجل الشارع العادي بيسأل سؤال بسيط لماذا لم يتم ضم باقي القضايا قتل المتظاهرين في شبرة الخيمة ومبابة وكرداسة والسويس وباني سويف للقضية دي بصورة بسيطة لو توصلها يعني باختصار شديد هؤلاء العدل ومساعديه الستة ومبارك زي ما قلت لحضراتك مقدمين بتهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين على مستوى الجمهورية يعني هنا القرار ده بيسرع الجمهورية كلها كان سبب في كل اللحظة باعتبرهم شركاء في الجريمة ايه اما القضايا الاخرى المنظورة امام محاكم الجناية في كل المحافظات فمقدم فيها الفاعل الاصلي مقدم فيها ضباط هم الذين قاموا بالركن المادي للجريمة فاعل اصلي لكن هؤلاء مقدمون باعتبرهم شركاء على مستوى الجمهورية جميل اعجبني الاداء السريع ده والموجز واللي حضراتك حطوا في الان الضحايا البعض بيقول ان الضحايا اللي لقوا مسرحهم امام مبنى وزارة الداخلية يمكن توصيف الامر على انه دفاعا عن النفس لان المتظاهرين كانوا في طريقهم لاقتحام الوزارة رأي حضراتك القانوني انا اقول لحضراتك هو طبعا المسألة دي يفصل فيها التحقيق ولست انا لكن انا بقول رأيي السياسي رأيي السياسي ان هؤلاء جميعا كانوا يتظاهرون سلميا وعندما كانوا امام وزارة الداخلية كانوا يهتفون سلميا سلميا لكن الثابت حتى في التحقيقات الثابت في التحقيقات ان هؤلاء المتهمون اعتلوا سطح وزارة الداخلية والمباني المجاورة لها واعتلوا حتى عشان بس نقول بالنسبة لأخصام الشرطة والسجون ووالى اخره كل هؤلاء الذين استشهدوا امام هذه الجهات الرسمية سواء وزارة الداخلية او اخصام الشرط او السجون هؤلاء جميعا شهداء وتم تم تصويب الرصاص اليهم وانهم كانوا لا يحملون ثمة اسلحة وثابت من كل اقوال الشهود انه طبعا باستثناء بقى اقوال بعض الضباط بعض الضباط اللي كان بيقول ان دول كانوا داخلين يعملوا كذا لكن السابت ان هؤلاء جميعا كانوا يتظاهرون تظاهرا سلميا من اجل هذا الفساد الذي رانى على الشعب المصري كله وبالتالي لم نكن في حال الدفاع شرعي على وجه الاطلاق هناك قضايا قتل عمد مع سبق الاصرار والترص طيب شهود الاثبات اللي احنا بكرة هيدلوا بشهادتهم طبعا لتسلسل الاحداث نعم الا يمكن لدفاع المتهمين التشكيك في اقوال شهود الاثبات من الضباط اللي هما وصلوا الى مسامعهم الاوامر العليا بالقاتل نعم بدعوة انهم مخصوم لحبيب العدلي مثلا او احد مساعدي او ان هناك خلافات بينهم او انهم يريدون الانتقام ممكن يسلك هذا المسلك طبعا دفاع المتهم بالتأكيد هيناقش هؤلاء ويحاول جاهدا التشكيك في اقوالهم وهذا حقه على شام لا انا غالط هذا حقه لكن عندما نستشعر نحن كمدعين بالحق المدني ان هؤلاء قد خرجوا عن المناقشة الصحيحة للشهود سوف نزبط اعترضنا على هذا التوجيه لانه ممكن يسأله سؤال ايحائي هو في دماغه اجابة معينة يسأله سؤال ايحائي علشان يجاوب عليه بما يرغب هو في هذا الوقت نحن نستطيع ان نزبط اعترضنا في محضر الجلسة والمناط الاخير للمحكمة المحكمة هي التي تستطيع ان ترفض السؤال او تستطيع ان ترفض الاعتراض وده السيناريو المتوقع باكر ان شاء الله سيد محمد الدماطي رئيس لانجلت الحريات بنقابة المحامين بشكرك على الاطلال القانونية المهمة والشرفية اللي حضرائك اطلتها علينا النهاردة وخلونا نرتقب ماذا سيحدث في الغد وبعدي هنتناول بالشرح والتحليل شكرا جزيلا سريعا نعايز طبعا تعزين للواء حسن روين عدو المجلس على قوات المسلحة في وفاة والدته ولا نقول الا كما علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وان الفراقها لمحزونون واخيرا مصدر طبي مسؤول بالمركز الطب العالمي بيؤكد استقرار الحالة الصحية لمبارك بعد تعرضه لارتفاع الحرارة بسبب التهاب في المثانة كما ان حالته النفسية افضل وسيحضر المحاكمة في الغد غدا الموعد جديد من محطة مصر حتى حين هذا الموعد هل ليكم كلكم فاكرين ان محطة مصر باذن الله هتفضل سكتنا ليكم الى اللقاء